السلام عليكم معكم منذر من قناة انفينيتي جيمينج واليوم رجعنا لكم بعد انقطاع فترة طويلة بسبب فيروس كورونا ولكن رجعنا لكم بحلقة جديدة وبرنامج جديد اخبار العب بلا حدود وراح نتكلم في اخبار للعب والتيك خلوكم معنا حدث بي سي جيمينج شو الكشف عن لعبة الرعب The Outlast Trials والتي تدور حداثها في حرب العالمية الباردة وتأتي مع طور اللعب حتى اربع لاعبين لعبة Outlast 2 تمكن من تقديم تجربة اللعبة ممتعة ومرعبة بالفعل في نفس الوقت والان يجب علينا ربط اللحزمة استعدادا للعبة Outlast Trials والتي تم الكشف عن اليوم ضمن بث بي سي جيمينج شو حتى الان لا يوجد الكثير من المعلومات حول لعبة Outlast Trials خصوصا وان العرض الدعائي كان غامضا قليلا ولكن على اي حال تأتينا اللعبة خلال عام 2021 ولكن لم يتم تحديد موعد اصدار محدد تدور احداث اللعبة Outlast Trials في فترة الحرب الباردة ومن الواضح ان القصة تدور حول تجارب معينة التحكم بالعقد وهذه المعلومات تم استنتاجها من العرض الدعائي الذي كان مريب جدا ومخيف في نفس الوقت للأسف فريق المطور لم يحدد موعد نزول هذا اللعبة وحتى لم يحدد المنصات الداعمة لغاية الان اعلن فريق Counter Play عن اول مقطع رسمي لأسلوب لعب غادفول القادمة من PC و PS5 خلال معرضه PC Gaming Show 2020 احداث اللعبة غادفول تدور في عالم خيالي مليء بالسحر والمناطق المحرمة والمبنية على اربع عوامل وهم النار والماء والهواء والارض فكرة اللعبة التي تتمحور حولها في إطار اكشن ار بي جي وهك ان سلاش ولعب تعاوني مع الرفقاء عليك ان تبحث عن افضل الدروح في هذه اللعبة من خلال نظام لوت بروغريشن ولكن في نفس الوقت مخلوط بعض الاكشن والقتال الرائع للغاية اخيرا تصدر اللعبة لPC و PS5 في موسم العيادة 2020 حان الوقت لنقول وداعا لأجهزة بليستيشن 4 ومرحبا لأجهزة بليستيشن 5 كشفت شركة سوني مساء الخميس عن نسخة جديدة لجهاز ألعاب الالكتروني بليستيشن 5 الذي يعتبر احد اكثر اجهزة الالعاب الالكترونية انتشارا في العالم ونشرت بليستيشن على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي في تويتر مقطع فيديو يظهر تصميم الجديد للجهاز الذي يختلف عن تصاميم النسخ الرابع السابقة باللونين الابيض والاسود مع زوايا بارزة الى جانب تصميم قديد لأيدي التحكم مقاربة الى حد للنسخ السابقة وشاركت بليستيشن صورا من العاب جديدة ونسخ محدثة من العاب لا قد معجبين كبير من مستخدميها ومؤكد ان مواصفات الجيل الجديد ستتيح للمستخدم تجربة السرعة البرق وتنزيل الفائق للسرعة بالاضافة الى مواصفات اخرى اما بالنسبة لموعد اصدار بليستيشن فايف فاكتفت الشركة بالقول انها قريبة في عطلات عام 2020 اما بالنسبة للسعر فالسعر سيكون ما بين 500 الى 550 على حسب موقع بيزنز انسايدر كشف تسريب جديد من الصين ان الشركة شاومي الصينية تعمل على تطوير الشاشة المكتبية موجهة لعشاق الالعب خاصة مع معدل تحديث عالي ويأتي هذا التسريب بعد اكثر من اسبوعين من كشف ريدمي الاعلامة التجارية تابع لشركة شاومي من اول شاشة مكتبية للحواسب الشخصية من انتاجها باسم ريدمي ديسبلي اي وان وذلك في اطار توسيع منتجاتها الى ماورى الهواتف الذكية والان جاء التسريب الذي ذكر ان الشاشة تعمل على شاومي تأتي في ثلاث قياسات وهي 24.5 بوصة و 27 و 29.5 وتوقعت ان يطلق طراز 24.5 بوصة خلال الشهر ايلول سبتمبر القادم في حين يتوقع ان يطلق طراز 27 بوصة قبل ذلك في شهر يوليو مع تردد 165 هرتز وفي وقت لاحق ان سارت الامور كما هو متوقع ستطلق شركة شاومي طراز بدقة 4K وبقياس 27 بوصة او 29.5 بوصة كما ذكر التسريب ان شركة تعتزم اطلاق نسخة غير مخصصة للالعاب من طراز 27 بوصة وبالاضافة الى الطرازين للالعاب بقياس 23.8 و 27 بوصة و في وقت لاحق ان سارت الامور كما هو متوقع ستطلق شركة شاومي طراز بدقة 4K وبقياس 27 بوصة و 29.5 كذلك كما ذكر التسريب ان شركة تعتزم اطلاق نسخة غير مخصصة للالعاب من طراز 27 بوصة بالاضافة الى الطرازين للالعاب بقياس 23.8 و 27 بوصة لكل محبين هواتف الهواوي اتاكم الهاتف العجيب وهو هاتف ميت فوتي كشف تقرير قدير من الصين عن دقة الكاميرا الرئيسية التي ستعتي بها هواتف ميت فوتي المترقب من شركة هواوي ويأتي هذا التسريب بعد يومين من تسريب كشف عبر التواصل الاجتماعي الصيني ويبو عن خطط شركة هواوي المتعلقة بهواتف ميت فوتي وذكر الحساب ان الهواوي ستطلق هواتف ميت فوتي خلال فصل الخريف كما هو مخطط له وحتى في ظل العقوبات الامريكية المستمرة التي تمنع الشركات الامريكية من التعامل مع الشركات الصينية فان الشركة ستطلق الهواتف خلال شهر الاول اكتوبر القادم مع معالقة متطور مصنوعة بتقنية 5 نانو متر اما التسريب القديد فقد ذكر ان الكاميرا الرئيسية للهاتف تزأتي بدقة 108 ميجا بيكسل مع مواصفات بصرية محسنة ومع ذلك لا تزال المعلومات عن المواصفات الاخرى شحيحة ولكن يتوقف اطلاق الهاتف مع معالج جديد باسم كيرين الف وعشرين وكيرين الف وبحسب التسريبات السابقة فان هواوي تتضمن الى شحن ثلاث ملايين واحدة من الهواتف ميت فوتي خلال الربع الرابع من عام 2020 وبما ان تكلمني عن الهواوي وميت فوتي برو راح نجيب لكم خبر لأبل ابل تخطط اعلان عن استخدام رقاقة خاصة بها للاجهزة الماك بدلا من معالجات انتل خلال مؤتمر WWC يشاع ان بعض الوقت ان ابل تعمل على شريحة خاصة بها وعلى ما يبدو فقد كشف شركة نقاب عن خلال مؤتمرها الخاص بالمطورين WWC والذي سينعقد يوم 22 من هذا الشهر وذكر تقرير من بلومبرغ اننا سوف نرى اول اجهزة الماك المزودة بشرح ابل الخاصة بها والتي تعتمد على انوية ARM العام القادم 2021 وبهذا يعني ان ابل تبني رقائقها الخاصة من اجل الاعتماد عليها بدلا من معالجات انتل ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الان لماذا الانتظار بين الاعلان عن شريحة ابل خلال ايام وعمليات اطلاق التي سوف تتم في العام قادم 2021 الاجابة تكمن في عملية التحضير نظرا لاختلاف المبني الاساسي بين معالجات انتل المستخدمة حاليا والرقائق الخاصة بابل والتي تعتمد على انوية ARM حيث ترغب شركة الامريكية في منح المطورين الكثير من الوقت للتكيف مع برامجهم وتحسينها الى هنا ينتهي حلقة اليوم من برنامج اخبار بلا حدود من قناة انفينيتي جيمينج اتمنى ان اعجبك الحلقة الى ان نلتقى في فيديوهات قادمة السلام يا حبيبي ليش ما اضغط لايك اشتركوا في القناة